معنا من دبي الخبير في تقنية وأمن المعلومات أيمن عيتاني صبحك الله بالخير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم يا أيمن متهمة فيسبوك والمنصات في تهم جنائية وقضايا مرفوعة عليها تسبب بأضرار نفسية أهم الأضرار اللي ممكن تسببها فيسبوك للناس هنا في دراسة مثل هذه بتقول ما فيه أضرار وفي دراسات تانية بتقول فيه أضرار كبيرة بس خلينا نفكر عنويةك معها من قبل الإنترنت أنا كيف كنت حس حالي وضع ميح يعني بالحي في عشرة أشخاص عشرين شخص بالحي يعني بدي قارن حوالي سيارتي أحسن من سياراتهم بيتي أحسن من بيتهم زوجتي أحلى من زوجاتهم وبقارن حالي بلاقي أنا رقم ثلاثة أربعة بالحي من العشرين والحمد لله ماشي حالي فتحي علي الإنترنت عندك ألاف وماليين الأشخاص بدي قارن حالي معهم كلهم ما لح أقدار يعني كون أنا من أول ثلاثة رابع خامس فنجمع يعني نحن عنا عقدة معينة إذا الواحد مش واسق من نفسه والإنترنت والإعلان الاجتماعي الناس بتكذب بتحكي بالأسس الحلوة بس وبتحكي بالأسس المشمنحة تجمعين سوا بيعملوا قلق يعني أكيد تجمعين سوا بيعملوا قلق أيوة أيمن يعني إذا نحن بنتكلم عن المقارنة ويعني رفع سقف التطلعات للناس اللي صارت فيه مؤخرا يعني إحنا مش بس فيسبوك كل المنصات أصبحت فيها ليه حصرناها بس في فيسبوك هي كل المنصات وهي كل المنصات وخاصة أنه نحنا كأشخاص يعني مثلا إذا نحنا واحد منيح بالشغل بيطلع على الإنترنت بيحكي أنه وضعه منيح وترقى وكل شي بس إذا أكل عايته من المدير ما بيطلع على الإنترنت يقول أنا غلطت وعايت عليه المدير يعني إذا كمان إذا الواحد ببيته عنده مشاكل ما بيحكي مشاكل ببيته بيحكي أنه بيطلع صور على الإنترنت أنه كل شي ميح البيت وكل شي ميح فهذا كله الناس بتسلط أفضل أفضل صورة لقلة والواحد هو يقدش مرتاح من نفسه يعني إذا أنا مني مرتاح من نفسي بفوت على الإنترنت بتطلع يقول أنا يمكن أنا الوحيد بالعالم اللي عندي اختلفات مع زوجتي العالم كلها الحمد لله مرتاحها ببيوتها أولادي أنا غير لأن أولاد العالم على الإنترنت عندهم رياضة وفوتبول وباسكت ورياضيات شاطرين وكل شي يعني العالم أحسن شغلة من شغلة فهذا الواحد منه واسق من نفسه وبيتطلع على الإنترنت ويشوف الناس كلها بتحطط أحلى دولة إلى هذي بتعمل المشاكل فهمنا مربوطة بفيسبوك طيب أبشر كأيمن يعني أصبحت الخلافات الزوجية واحدة من الإشاءة تريند واللي يتعمدوا يسووها الكابلز عشان يجيبوا مشاهدات يعني كل ما تطلع فضايح أكثر كل ما تشتهر أكثر وتنجم أكثر بالحديث عن أفضل شي عنده الناس اللي بتظهر هذا الجانب يمكن أصبح المشاهير يعني قبل فترة كانت يمكن بالله حديد حاطة صور في بوست كاتبة صور متنوعة يعني وهي في تعبانة وهي بتبكي وهي في أوضاع كثير مش جيدة عشان تخبر الناس أنه ترى إحنا مثلكم إحنا عندنا لحظات كثير صعبة ما بنشاركها مع الناس لكن إحنا بنشارككم أفضل شي لدينا هل صار فيه نوعا ما وعي يحاولوا على الأقل المشاهير بينشروا هذه الثقافة أنه لا تنغروا فعلا بالسوشال ميديا هذا واحد يعني هي واحد من واجباتهم الأساسية المفروض هي من جهة يعني بدهم يحاولوا يعني كون في تمييز شوي أكتر عن غير عن غير شخصيات على الإنترنت ومن جهة تاني كمان هني بيتعبوا إذا الواحد كل يوم بدي بدي فرج نهو منيح وكل شي مرتاح وكل شي منيح وهذا بيتعب الشخص ففي أيام اللي بيقدر شوي فرج شوي الصورة الحقيقية الوراء بيرتاح نفسياً يلي فيه ونحن كأشخاص بيهمنا كمان الناس المنتبعها نشوفنا آهولي مثلنا نحن شعرها مش ظابط اليوم أنا أيام شعري بيكون مش ظابط الوجه مش مرتاح في شوية مشاكل يعني فهي دي كمان بتقربنا شوي أكتر من نحي دي الأشخاص الحديث عن الشعر أنا شعري مش ظابط اليوم طيب أيمن صار فيه واعي عند الناس طيب أيمن صار فيه واعي عند الناس فعلا يعني الناس ممكن بدأت تستوعب هذا الأمر مؤخراً لكن الخوف هو من المراهقين من الأطفال اللي قاعدين يكبروا على هذه الطريقة كيف المفروض فعلاً دورنا إحنا كأهل كمجتمعات كيف المفروض نكبرهم ومواعين يعني ما هنسوا لك محلول أنا عم حضراً للحلقة كنت اليوم كنت عم فاكروا أنا لما كنت شاب مراهق بالمدرسة كان بعدي ماني واسق من نفسي ماني أكيد هذا فالحمد الله أهلي كانوا واقفوا حدي وعوني لأطلع من هذي هذي التفكير اللي كان عندي بس رتفاكر أنا أنا لو ما أهلي ما كانوا حدي ولو مفتوح الإنترنت مثل ما هلأ موجود عند كل الناس وهيك أكيد كان أصعب لي بكتير أطلع منها أكيد كان دور أهلي أصعب بيكون هون فيها فهون دور التوعية بلعب دور من نحنا وصغار لنفرج الناس أنه نحنا يعني كل شيء على الإنترنت منه حقيقي منه صحيح يعني فأنا بس أنا مع أولادي بفرجي لما نعمل شغل بينهم يلا يعني هذي شغل منيحة بس صارت شغل منيحة بس في خمسة مش مناح فنحنا على الإنترنت منفرج المنيحة يعني ما تصدقوا كل شيء بتشوفوه يعني فهذا النوع للتوعية يعني عنا دور إحنا كأهل وكمدرسة وشوي شوي المشاكل هي بتعلمنا كلنا يعني لنوصل لمرحلة نكون مرتاحين فيها شوي أكتر مع نفسنا طب بما أنه هذا واقع عايشينه وإحنا كمان كل شخص عنده أبناء يمكن له دور وبما أننا الأكبر يعني المفروض يكون عندنا وعي أكثر مثل هذا النوع من الدراسات يا أيمن الدراسة اللي تقول لك آه والله ترى فيه أضرار نفسية من المنصات تطلع دراسة ثانية تقول لك آه لا والله ما فيه دراسات نفسية يعني قاعدين كده بيه تسلوا هل إحنا نقدر فعلا نستفيد من هذه الدراسات هل فيه أمور يوما ما ستطبق بناء على هذه الدراسات فيه قوانين فيه أمور ستتخذ بشكل فعلي ولا خلاص والواقعة كده والمجال مفتوح ولازم إحنا نتعود وندبر أمورنا أنا أنا بلاقي الشخص بفتش وعلى الشيء بيحب يسمعه يعني أنا بفتش فتش على دراسات هذه الدراسة عجبتني بحكي فيها إذا ما عجبتني بشي لعجنة بفتش على غيره بفتش على غيره للقي الدراسة البتناسب يلي طريقة التفكيل شفتي مها فيه دراسة عملت هيك 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 فهيدي قد ما كان فيه دراسات مع أو ضد الواحد بيختار هو الدراسة البتناسبه طيب يعني كل واحد في مجال معين بيلاقي له دراسة تناسبه وأكيد بيستشهد فيها جميل شكرا جزيلا لك يا أيمن على كل هذه المعلومات من دبي الخبير في تقنية وأمن المعلومات أيمن عيتاني